كان في حاجة تفرح الحقيقة النهاردة اللي هي يعني زي ما بقوله ان الخلافات الفلسطينية كان فيه اجتماع النهاردة للوزارة الفلسطينية في غزة والاجتماع ده زي ما حنشوف في الصورة هنا الاجتماع ده حضر شيد خالد فوزي رئيس المخابرات المصرية وعايز اقول ان المخابرات المصرية المخابرات العامة هذا الملف الفلسطيني مع المخابرات العامة من زمان وانا بعتقد ان الوهد اللي بوزل من رجال المخابرات العامة في القضية دي كان رهد غير عادي رهد غير عادي لان فيه ناحية تانية ناس بتدفع فلوس بحجم غير عادي وبيشتروا زمن بالطريقة غير عادي في كل الاحوال في الحق هو اللي بنتصف الآخر كان فيه دور مهم جدا وان كان اول خطوة عشان نقدر نتكلم نقول بسم الله الرحمن الرحيم في الاضافة للصينية ان يحدث هذا التوافق ويحدث هذا الالتفاف ويحدث الرأب الصدع ده كله وده دور مصر عملته والحقيقة طبعا الرئيس السيسي من اول يوم لم يدخل طرفا مع احد ضد احد وده كانت نقطة مهمة جدا عشان فيه الاخر يبقى هو الحاكم اللي يقدر يجمعهم وده سياسة الرئيس السيسي مصر لم تدخل طرفا مع احد ضد احد ما نحاسش ان لو كان عمل ده ما كانش كان فيه طرف دايما حدا انه مقموس وزعلان انما وقفوا على مسافة واحدة ما بين فتح وحماس رغم الخلافات الحدة جدا اللي كانت بين اللي حصلت من حماس والحاجات اللي عملتها حماس وكلام ده كله انما فيه اوقات كتيرة الكبير لازم لازم يتغضع عن حاجات كتيرة ويغفر للصغير ليه لان فيه امور بتبقى اكبر من الاتنين مصلحة الامة ومصلحة الوطن ومصلحةنا كلنا مصلحة مصر ان حدودها اللي هي موجود فيها غازة دي ان تبقى حدود مؤمنة وليس حدود الكهرباء النهاردة الاجتماع اللي تم ده الرئيس السيسي وره كلمة في الاجتماع ده للأسف التسجيل كان المعمول ده لده اللي هي كانت الكاميرات اللي بتاعة الفلسطينية اللي عملها فكان الصوت مش باين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس النهاردة السقبل التقف رئيس المخابرات المصرية السيد خالد فوزي اللي حمل رسالة من رئيس عبد الفتاح السيسي التأكيد على دعم مصر لكل البيهود المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود قال لان رئيس المخابرات المصرية الوزير خالد فوزي حيسلم رسالة لأبو مازن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال لان العالم بأثرة يترقب رهود حكومة الوفاق الواطن لتحقيق الوفاق بين الطياف الشعب الفلسطيني الرئيس السيسي في رسالته لحكومة الوفاق اللي كانت مصورة وشافوها كلهم في الفتاح زي ما احنا شافين على الشاشة دي كده العالم بقول يسمى اصراركم على تخطي كافة العقبات التي أدت الى التنافر والانقصام ولدينا ايمان كامل بان الاختلاف بين مكونات الشعب الفلسطيني يعني بان يتم حلاء داخل البيت الفلسطيني وبدعم الاشقاء العرب وعدم قبول تدخل اي قوة خريرية الرئيس السيسي في كلمته قال ان مصر كانت دوما رغم التحديات اللي سامل لتوليها الداعم الرئيسي لتحقيق المطالب المشروع للشعب الفلسطيني وكانت القضية الفلسطينية في مقدمة اوليات مصر الرئيس السيسي اضاف قال ان القضية الفلسطينية في مقدمة اولياتي سواء في لقاءاتي مع جماع العالم او من خلال مشاركة مصر في كافة المحافل الدولية رئيس المخابرات المصرية الوزير خالد فوج قال اننا يجب ان نستفيد من الرئيس وقيمه وبدئه التي اسسها للسلام الرئيس السيسي من اول لحظة فهذا الموضوع وفي كل الموضوعات مصر لا تتدخل ولا تنحاز لان في الاخر ده حقيقة من المشاكل الرئيس قال في كلمته برضو ان نارده من الهام ان نتحاول مع الرئيس الفلسطيني من قد الوصول الى اهداف السلام وقال برضو الرئيس السيسي قال للرئيس الوزير الفلسطيني ان نارده الرئيس الحكومة الفلسطينية قال ملف الموظفين ده ملف شوية ملفات بقى اشياء ايك هتتحل ان شاء الله والموضوع ده كل حيبقى في حل المهم كان فيه عشر رسائل وديها الرئيس السيسي لحكومة الوفاق واحد الاضياء فلسطينية كانت حضرة في كل المناسبات كان بيفكر الفلسطينيين بقول لهم القضية فلسطينية لم تتغب عن زهن مصر في اي لحظة ولا في اي وقت ولا في اي مناسبة اتنين هناك فرصة سنيحة لتحقيق السلام في المنطقة تلاتة مصر ستظل عادمة على تحقيق نقلة نوعية للفلسطينيين اربعة ان مصر تتمنى تحقيق كافة امال الشعب الفلسطيني خمسة لن تقبل مصر بتدخل اي قوة خارجية في الشعب الفلسطيني دعم مصر نحو التوافق والوحدة لن يتوقف سبعة يجب ان تتعاون الحكومة للسعادة حقوق الشعب الفلسطيني تمانية هناك قوة استغلت الموقف الفلسطيني تحقيق مطامع شخصية تسع اختلافات داخل بيت الفلسطيني يجب حلها بدعم الاشقاء العرب ولا احد غيرهم اشقاء العرب فيه ناس محسوبين اشقاء طبعا مولعين الدنيا انا بتكلم على قطر يعني عشرة قضية فلسطين في قدمة اوليات مصر رغم التحديات الجسيمة اللي مصر فيها المؤكد اللي حصل النهاردة نجاح مهم جدا مؤكد اللي حصل النهاردة مزع الاخوان بيدا مؤكد ان قطر حمد وخلته وموزة وموزة والناس دي كلها مؤكد ان امها في ميتة من النهاردة اكيد لان هما في هذا الملف تحديدا كانت قطر مستموتة ان ما حد يشقرب منه وهي اللي تعبس فيه هي قطر شغلتها نبوز اي حاجة في اي موضوع دي شغلتها يعني هي تم توظفها لهذا العمل تم توظفها انها بتعمل يعني دايما بتعمل شقاق في المناخ العربي كله شغلتها انها على طول اسفين في كل حتة ومولع الدنيا في كل حتة النهاردة في المظاهرات احنا عارفين طبعا ان في كتالونيا هناك والموضوع الانفصال في اسبانيا وفيه كان فيه مظاهرات كتيرة عشان تدوا الانفصال انما الملاحظة ان انا حواري لحضراتكم حاجتين بس عشان نعرف ان لما بيه لحد يتكلم من الخبراء عندنا او من الناس اللي هم متخصصين في التنظمات اللي هي اللي بتططق على الوسائل الاسلامية دايما بيكلموا على ان الاخوان تنظيم مسوني والناس يقولك اتسغفر الله يا رجل ازاي ده كلام ده لا هو كده هو كده وكل المظاهر الخفية والمعلنة المشكلة ايه الاخوان كوادر من فوق رئاسة من فوق مكتب ارشاد وتحتيش شوية وكبار دول انما المجموعة الكتير العادي اللي هم والافراد الشغيلة بقى دول كلهم دول يعيني مضحوك عليهم ولا هم عارفين اي حاجة ولا في اي موضوع هو خدوا غسولوا لدماغ واختلع بفكر وكلام وبينفذ وخلاص وبيتصور ان ده كل افطاعة الله ونطيلة ان هو منعه منعه الاخوان ممنوع ان يقرأ غير اللي تقلوا عليه وده انا مش معرفة ادبيات الاخوان ده وموجود عندهم فيعيني اتمسح دماغهم بيفكروني بحكاية الالترس هل الشباب بتاع الالترس ده لا الشباب الالترس 99% منهم هم معارفوش حالهم منتمي وانما دخل في حدوته وعلى بيته الكلام ده كله واصبح بياخد تعليماته والتعليمات دي بقت اصبحت بعد فترة هو حاسس ان ده انتماء استحالة يخرج منه وان ده ضد انتماءه الكبير للكيان بتاعه اللي هو النادي وده غير حقيقة انت منتول تنظيم اصلا كل حدا فيه فزدة من الراس وثبت ان هذا التنظيم ده متعمل بيشتغل سياسة وبيشتغل ضد البلد من فوق من الكابوهات بتاعكم ثبت ده يقينة انا ما تقنع الشباب الصغار ده ازاي ونفس الحكاية حتقنع الناس بتاع ترجمة نانسي قنقر